موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحبكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من مادة التاريخ الإسلامي حيث سنتناول اليوم في هذه الحلقة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتساع الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتوح الشر نأخذ بطاقة تعريفية للخليفة عمر بن الخطاب اسمه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزيز بن لؤي القرشي وكناه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي حفص أي الأسد لما لمس فيه من شدة كذلك لقب بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطن الخليفة عمر بن الخطاب مدة خلافته من السنة الثالثة عشر هجري وحتى الثالثة والعشرون هجري ولد بمكة قبل حرب الفجار بنحو أربع سنوات ينتمي لأحد بطون قريش المشهورة بالشرق والمجد يجتمع نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجد السابع وأسلم في السنة السادسة من النبوة قال عنه مسعود بن مسعود رضي الله عنه كان عمر أعلمنا بكتاب الله وفقهنا في دين الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وأمارته رحمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك توليه الخلافة عندما اشتد المرض على الخليفة أبو بكر الصديقة رضي الله عنه وأحس بدن وفاته خشية من تفريق المسلمين مرة أخرى وهنا وقع الاختيار على عمر بن الخطاب حيث رأى فيه الرجل الشديد في غير عنف والليين في غير ضعف بسم الله الرحمن الرحيم هذا أهد من أبو بكر من قحافة في آخر أهده بالدنيا وخارجا منها وعند أول أهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إني أستخلف عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه وأنبدله فلكل امرئ بمكتسب والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي من قلبين ينقلبون ما الأمر الذي تخوف منه أبو بكر الصديق بعد وفاته خشية من تفريق المسلمين مرة أخرى وما الصفات التي استند عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اختيار الخليفة عمر الرجل الشديد من غير عنف والليين من غير ضعف اتساع الدولة الإسلامية في أهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونأتي هنا إلى فتوح الشرق كتب المثنى بن حارثة للخليفة عمر رضي الله عنه بالاضطرابات التي حلت ببلاد فارس بعد جلوس يزدجرد على العرش مع حداثة سنة ونواياه بالهجوم على بلاد العرب أراد عمر قيادة الجيش بنفسه ولكن أشار عليه أهل الرأي أن يبعث أحد الصحابة ويكون وراءه ويمده بالإمداد اللازم صعد المنبر وخطب قائلاً أيها الناس إني كنت عازماً على الخروج معكم وأن ذوي اللب والرأي منكم قد صرفوني عن هذا الرأي وأشاروا بأن أقيم وأبعث رجلاً من الصحابة يتولى أمر الحر ما الدلالة التاريخية من خطبة عمر بن الخطاب؟ الشورى ونأتي إلى موقعة القادسية في السنة الخامس عشر هجري اختار الخليفة عمر سعد بن أبي وقاس للتوجه نحو فارس فكتب أهل السواد أي أهل الإراق إلى يزد جرد الثالث ملك فارس وأعلموها أن العرب قد نزلوا القادسية جمع يزد جرد الفارسي طاقاته ضد المسلمين فأرسل قائده رستم ليقود حملة الفرس ضد العرب سار رستم وفي مقدمته الجالينوس في أربعين ألفاً وخرج هو في ستين ألفاً وفي ساقته عشرون ألفاً وهكذا تجمع لرستم ما يقارب مئة وعشرون ألفاً بعد ساعة بوفد من الدعاء إلى يزد جرد يدعونه قائلين اختر إن شئت الجزية على يد وأن تصاغر وإن شئت في السيف أو تسلم فتنجي نفسك فرفض إلا الحرب لما وصل رستم لتحم الجيشان في ثلاثة أيام ففي اليوم الأول يوم أرماث قبل بداية المعركة أمر سعد الناس بقراءة صورة الجهاد وهي صورة الأنفال ثم كبر ثلاثة مرات وبدأ القتال ومن هدي القرآن وبإغراءات الأنفال تحركت سيوف المحمدية تقارع الفرس وفي اليوم الثاني يوم أغواث جاء المدد من الشام بجيوش في مقدمتها هاشم بن عتبة بن أبي وقاس والقعقاع بن عمرو التميمي فتغيرت دفة المعركة للمسلمين وجعلت خيل الفرس تفر من جمال المسلمين وأبلهم أما اليوم الثالث يوم عماس فأصبح الفريقان وهم على مواقفهما ومن قتل المسلمون ألفان ومن الفرس عشرة آلاف ولما جاءت ليلة الهرير قتل أحد المسلمين والمسمى هلال بن علفة القائد الفارسي رستم أصاب المسلمون من الفرس في اليوم الثالث فقط عشرة آلاف سوى من قتلوا في الأيام السابقة ولما طاردوهم برماحهم غرق منهم ثلاثون ألفا وجمعت الأسلاب والأموال فجمع منها شيء لم يجمع قبله ولا بعده مثله كان سعد بن أبي وقاس قد أصابها عرق النساء ودمامل في جسده فهو لا يستطيع الركوب والنمى متكئن في القصر على صدره ينظر للجيش ويدبر الأمور أقام سعد بن أبي وقاس بالقادسية بعد الغزو شهرين وكاتب عمر فيما يفعل كتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى المدائن عاصمة الفرس فبدأ المسلمون بغزو المدائن الغربية بهرسير في السنة السادسة عشر هجريا وأرسل الخيور فأغارت على من أبل أذعانا للإسلام أقاموا على بهرسير شهرين يرمونهم بالمجانيق كما هو موضح أمامكم في الصورة ويدبون إليهم بالدبابات ويقاتلونهم بكل عدة نصبوا عليها عشرين من جنيقا فشغلوهم بها واشتد الحصار بأهل المدائن الغربية حتى قل الطعام وصبروا من شدة الحصار على أمر عظيم انتهى الأمر بهروبهم من المدينة ودخل المسلمون بهرسير فجمع سعد جنوده وأخبرهم بعزمة على عبور دجلة إلى الفرس وفتح عاصمتهم المدائن قسم سعد جيشها إلى عدة كتاب ثم غزل المدائن الشرقية إيوان كسرة فلما رآهم الفرس اقتحموا عليهم دجلة هربوا نحو الشمان دخل سعد القصر الأبيض بمدائن وهو يقرأ قوله تعالى كم ترثوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ثم صلى فيها صلاة الفتح ثمانية ركعات لا يفصل بينهن كما صلى من قبل في قصر كسرة الآخر في بهرسير فلم يكن سقوط المدائن إلا مباركة من الله سبحانه وتعالى على جنوده فيما أخلصوا بالنية الحسنة وكان سراق بن مالك ضمن الجيش وأعطى سواري كسرة كما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهذه الخريطة عزيز الطالب توضح موقع المدائن الشرقية والمدائن الغربية وما بينها يسمى نهر الدجلة سبب قيام معركة القادسية وهي محاولة ملك فائل الفرس يزدجر في الهجوم على بلاد العرب والنتائج معركة القادسية هي سقوط عاصمة الفرس كسر شوكة الفرس كذلك فتح الطريقة للمسلمين في قارة آسيا وما هي أسباب النصر الإسلامي في المعارك أولا الحماسة الدينية كذلك القيادة الحكيمة والدعم المتواصل من الخلافة في المدينة المنورة لما سقطت المدائن هرب منها يزدجر الثالث إلى حلوان وهي مدينة من مدن الجبل على مقربة من خانقين وقعت غزو حلوان جلولاء في السنة السادسة عشر هجري وأمر على الجيش مهران وأقاموا في حلوان وحفروا خندقا حولها واستعدوا لملاقات المسلمين كتب سعد بن أبي وقاس إلى عمر يخبره بذلك فكتب إليه عمر أن يقيم هو بالمدائن ويبعث ابن أخيه هاشم بن عتبة أميرا على الجيش الذي يبعثه إلى كسرة التقى الجيشان ودار القتال لعدة أيام فانهزم الفرس وعطرت دوابهم واتبعهم المسلمون فلم يفلت منهم إلا من لا يعد وقتل يومئذ منهم مائة ألف فجللت القتل المكان فسميت جلولاء جلولاء بما جللت من قتلاهم سار القعقاع بن عمر وقسمت الغنيمة وأصاب كل واحدة من الفوارس تسعة آلاف وتسعة من الدواب وقيل أن القيمة كانت ثلاثون ألف ألف أي ثلاثون مليون وكانت الخمس إلى عمر ستة آلاف ألف أي ستة مليون كتب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاس يأمره بفتح بلاد الجزيرة شمال الموصل وتولى القيادة عياد بن غنم حيث أتم فتحها عام السابعة عشر للهجرة نأتي هنا إلى معركة نهاوند في الواحد وعشرين للهجرة عرفت بفتح الفتوح لأنها قضت على آخر الجيوش الفارسية وأنهت الدولة الساسانية رغم أن يزد جرد الثالث آخر ملوك ساسان قد فر إلى الشمال وظل يتنقل من بلد إلى آخر حتى قتل لم يستغرق فتح العراق سوى سبعة سنوات بدءا بمعركة كاظمة سنة الثاني عشر للهجرة وأنتهت من موقعة نهاوند في الواحد وعشرين من الهجرة وهذه الخريدة توضح عزيز الطالب موقع نهاوند في بلاد فارس كان فتح العراق من أعسر الفتوح الإسلامية نظرا لصعوبة الأرض ومجاري المياه ونأتي هنا إلى مقارنة بين المعارك التالية القادسية وفتح المدائن ومعركة جلولاء ونهاوند القادسية تمت في عام 15 للهجري الأطراف كانوا المسلمون ضد الفرس القادة سعد بن أبي وقاس ضد رستم الفارسي النتائج انتصار المسلمين فتح المدائن كان في عام السادسة عشر للهجرة الأطراف المسلمون ضد الفرس القادة سعد بن أبي وقاس النتائج فتح المدائن الشرقية والغربية نأتي الآن إلى معركة جلولاء وقعت في السنة السادسة عشر للهجري الأطراف كانوا المسلمون ضد الفرس القادة كانوا هاشم بن عتبة ضد مهران النتائج انتصار المسلمين معركة نهاوند وقعت في العام الواحد وعشرين للهجرة الأطراف كانوا المسلمون ضد الفرس القادة النعمان بن المقرن النتائج انتصار المسلمين انتشر الإسلام في أرض فارس وأصبحت ولاية تابعة للخلافة الإسلامية وظهر فيها العديد من العلماء والفقهاء والأدباء وأثرت الحضارة الإسلامية إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا شكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة